أجبرت الحرب الروسية العديد من الأوكرانيين على النزوح من مدنهم إلى الغرب الأوكراني لضمان سلامة أسرهم وأطفالهم كالونا وأسرته غادروا مدينة سومي الحدودية مع الاتحاد الروسي عن طريق أحد الممرات الأمنية بعد أن دخل الروس المدينة هذا كان في الثامن من مارس فيرشوك أعلنت عن ممر أمني من مدينة سومي ونحن استغلينا ذلك وخرجنا فيه لأنه في السابع من مارس سمعنا صوت طائرة فوق منزلنا ثم انفجار ثم عادت الطائرة مرة أخرى من فوقنا لقد كان ذلك في الساعة الحدية عشر ليلا حيث قام الروس بتفجير منزل سكني قتل في 22 مواطنا بينهم أطفال كنا ننام في نفس السرير عندما حدث ذلك أخذت ابنة ميرا وغطيتها بجسدي ثم من فوقنا استلقى كالونا لحمايتنا ثم من فوقه غطاء هذا حدث في ثوانا استيقظنا مرعوبين وعندما تم إعلان ممر أمني مباشرة اتخذنا قرارنا بالخروج استقر بهم الحال في ضواحي ليفيف في ظروف معيشية صعبة كانوا مجبرين على التأقلم معها وتهيئتها الأمر الذي تطلب جهدا كبيرا من كالونا في المقام الأول سعيت لجعل هذا الكوخ قابلا للعيش في طوال العام لأنه إذا تكرر الأمر سيكون هناك مكان لعسرة الجاوليه دائما وحتى التدفئة من حطب الغابة المجاورة لأنه ببساطة لا يوجد كهرباء أو غاز فقط الحطب هذه التدفئة كما تشاهد في ظهر هذا الحائط الحجري توجد غرفة النوم وأنت تشعل النار هنا فيسخن الحجر ويدفئ هنا وهناك كما يمكننا الطبخ على النار هنا ويمكنك وضع معون الطبخ وطبخ طعامك هنا الأرض أنا غيرتها بنفسي لقد كانت هنا في الوسط حفرة وكذلك ذلك الجزء أيضا قمت بتغييره هذا السرير الذي ننام فيه أنا وزوجتي بالقرب منه توجد حقيبة الحالات الطارئة فيه كل ما نحتاجه للمغادرة بسرعة أهم الأشياء مثل أوراقنا الثبوتية والأدوية وأقل شيء من الملابس ونحن ننام هنا ونضع سرير الطفلة هنا لأن هذا هو الحائط الذي يتوسط الكوخ هو من الحجر لذلك إذا سقط المنزل ستكون أكثر منطقة آمنة في المنزل هنا قمت ببناء هذا الحائط وزدت من ارتفاع السقف بالإضافة للنوافذ في المستقبل يمكن بناء شرفة هنا البقاء في أوكرانيا وعدم اللجوء إلى خارج البلاد كان قرار مورغا التي فضلت تحمل كل الظروف الصعبة التي يواجهونها حتى لو اضطرت إلى تعبئة المياه ونقلها أو الطبخ على الحطم على فراق زوجها الذي لا يستطيع مغادرة البلاد بسبب الأحكام العرفية أنا التي عارضت السفر خارج البلاد وهذا ليس لأني لا أرغب في السفر إلى الخارج وإنما لم أرغب في فراق زوجي هذه الحرب حسنت علاقتنا أكثر وأردتني إلى أي مدى أنا أحب زوجي وأحب عائلتي لذلك سأفعل كل شيء حتى لا أفارقهم هذه الأسرة التي كانت تعيش في أفخم أحياء سومي وأغلاها ثمنا اضطرت إلى النزوح إلى ضواحي الفيف للعيش في هذا الكوخ القديم الذي لم يسكنه أحد لسنوات عديدة وقاموا بصيانته بأنفسهم ليصبح صالحا للعيش رضيف عادل العربية ضواحي الفيف شكراً